السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصعد الله يومكم بكل خير متابعينا الكرام متابعي جديد أحوال طقس إليكم هذه النشرة الجوية الخاصة لأحوال طقس اليوم الاثنين السابع عشر من شهر أجوان حيث من المتوقع وكمان نشاهد معكم في الصورة سحب ستكون قوية وكثيفة على المناطق الغربية في الفترة الصباحية أجواء تقريبا غائمة كليا على المناطق الغربية كما قلت الوسطى وشرقية السهلية مع تساقط أمطار ستكون رعدية في بعض الأحيان غزيرة وسنفصل في المناطق المعنية بحول الله تعالى أيضا الأوريس شمال الصحراء ستزجد بعض الصحب العابرة ورعود منعزلة إن شاء الله مع تساقط لبعض الزخات المطارية وسط الصحراء المناطق الجنوبية الشرقية الجنوبية الغربية أقصى جنوب سنسجل أجواء صحوة ومشمسة معدى تسجيل بعض الغيوم مع تقريبا ولاية مراست مع الهدود مع دولة مالي خلال الأمسية ستكون الأمطار غزيرة ورعودية أيضا على تقريبا المناطق الشرقية كما نتابع معكم في الصورة أيضا بعض الأمطار على ولاية الجلفة على شكل زخات المناطق الوسطى ستشهد أجواء صحوة ومشمسة بالإضافة للمناطق الغربية أيضا شمال الصحراء والوحاة ستبقى تشهد أجواء صافية ومشمسة وأقصى الجنوب سنسجل بعض الصحوبة الكثيفة خلال الأمسية على ولاية مراست وليزي قد توطي بعض الأمطار إن شاء الله وخلايا رعضية منعزلة أيضا يوم الغد متابعين الكرام الحرارة ستكون في الموعد على المناطق شمال الصحراء والوحاة المناطق الجنوبية الشرقية ستروح ما بين تقريبا 35 إلى 46 درجة أيضا المناطق الجنوبية الغربية وأقصى الجنوب سنسجل ما بين 35 إلى 40 درجة كما نتابع معكم في الصورة نلتقل إلى المناطق السحلية المناطق الشرقية والوسطى السحلية سنسجل ما بين 22 إلى 26 درجة وأجواء تقريبا منعشة وباردة نسبيا إن شاء الله أيضا المناطق الغربية نفس الشيء سنسجل ما بين 22 إلى 24 درجة والأجواء المنعشة ستكون إن شاء الله الرياح ستكون في الموعد أيضا على المناطق شمال الصحراء والوحاة قد تفوق 25 كم في الساعة بالإضافة إلى المناطق الجنوبية الشرقية ناحية ورقلة وولاية غردايا بالإضافة إلى ولاية أدرار أيضا ولاية يندوف ستسجل بها أيضا بعض الرياح القوية أيضا المناطق الساحلية سنسجل تقريبا معتدلة إن شاء الله حالة البحر متابعين الكرام يوم الغد الاثنين السابع عشر من شهر أجوان ستكون تقريبا بحر هادئ وتقريبا مسموحة السباحة بحول الله أيضا على المناطق الشرقية الساحلية والوسطى أما الغربية فسيكون قليل الإضطراب والرهياء البرتقائية إذن متابعين الكرام سنوفيكم بكل ما هو جديد لأحوال الطقس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا